بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وآله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة الرابعة والخمسون فضل الله تعالى ومنه وصلاة الله يبارك في هذه الحلقات وأن يرزقني فيها الإخلاص وأن ينشرها في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه التغريب للمجتمع المصري هذه قضية خطيرة ومهمة لابد من الوقوف عندها وأحاول في هذه الحلقة أن أحيط بالعناوين العامة لهذه القضية وأدخل إلى بعض التفصيلات القليلة في الحقيقة حاول الاحتلال الإنجليزي مثلا في كرومر ومجموعة أن يغربوا هذا المجتمع المصري المسلم القوي الإسلام الراسخ العاطفة الإسلامية حاول تغريبه بشطة طرق وذكرت بعض تلك الطرق لكن اليوم أذكر بعض الأمور المهمة في الحقيقة من أهم ما اعتمدوا عليه في قضية التغريب هو أن يوجدوا رجالا أذنابا لهم يفكرون بتفكيرهم ينظرون بنظرهم يتكلمون بلسانهم هذه قضية ما تنازل عن الاحتلال الإنجليزي إلى أن غادر مصر كيف يوجد الرجال الذي يتكلمون باسمه طيب حتى يريدون أن يصبح المصري الآخذ بحضارة أوروبا أقل مصرية وأكثر ميلا لأوروبا إذ يصبح المصريون بهذا الفيضان المتدفق من حضارة الأوروبية أقل إسلاما وهم كما يقول يصفهم كرومر فيقول بأنهم مسلمون ليست فيهم خواص إسلامية وأوروبيون ليست فيهم خواص أوروبية يعني كائن مسخ باختصار وطبعا وحاولوا أن الشباب المسلم يفقد إسلامه وعلى الأقل يفقد القدر الأكبر من إسلامه وديني إذ ما فقد إسلامه وكله ويحرم نفسه من أهم مبادئ عقيدته هذا نص عليه كرومر وهو سيّر حتى نعرف خطورة هذا كلام سيّر السياسة المصرية في جوانبها ربع قرن خمسة وعشرين عاما كاملة قال كرومر بمرور الوقت سيخلق المسلمون دينا لا يقوم على الإسلام الأول إنه سيقوم على مبادئ جديدة وهكذا فإن المصرية المتحضرة بالحضارة الأوروبية هو الحجر الأول في المجتمع الإسلامي المتطور طيب قال لا يمكن إزدراء العقيدة الدينية للشعب احتقارها لا يمكن إظهار احتقارها لكن لندع هؤلاء الذين يقودون دفة الدولة على حذر يدكون يهدمون وفي مكر الصرح الروحي لمجتمع الإسلامي رأيتم؟ هؤلاء الذين يديرون دفة الدولة إنجليزا كانوا أو مصريين ويقول أقبل فريق من المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية على كل غربي وتركوا ماضيهم وتاريخهم وأصبحوا لا يكترثون لشؤون دينهم الذي ولدوا فيه ضي وكلام طويل في هذا وأنشأوا طبعا لأجل ذلك أنشأوا مؤسسات وأنشأوا مجلات وجرائد وكذا وذكرت في حلقة حلقة سابقة جرائد العميلة في شقها السياسي عميلة الإنجليز لكن انظروا الشق الاجتماعي يعني كانت جريدة المقتطف وهي جريدة طبعا يقوم عليها النصارى نصارى الشام هذه الجريدة كانت تشكك في كل شيء حتى تشكك في وجود خالق جل جلاله على لسان آخرين حتى تبرأ من التبع وفي بعض الأحيان على لسانية هي بكتاب نكتبون فيها وظهرت في تلك أثناء نظرية داروين فاحتضنتها المقتطف احتضانا عجيبا لأن المقتطف هي مجلة علمية والمقتطن مجلة سياسية وكلاهما لنصارى الشام فاحتضنت المقتطف هذه النظرية وبشرت بها طويلا وكلام كلام طويل لا أريد أن أخذ فيه الآن لكن لا شك أن هذا يؤثر على طريق التفكير الموجودة عند المثقفين مصريين الذين يؤمن منه أن يديروا دفة البلاد بعد ذلك وكرومر آمن بأن التقدم المادي الذي سينتج بعد الاحتلال سيكون سببا في خلق رأي عام يتفاعل مع الاحتلال ويتعاون معه في شؤون الحكم وهنا نشاهد الأهم ويمنع الأهالي من معادات الإنجليز إذن من الذي سيمنع الأهالي من معادات الإنجليز ليس الإنجليز لكنهم المصريون الذين تربوا تربية إنجليزية وقال كرومر إن الفلاحين المصريين سينظرون بعين التقدير إلى أن ما ينالهم من خير هو نتيجة للسياسة البريطانية فتتدفق عليهم الخيرات المادية التي تأتي في أثر الحضارة الأوروبية وتفتح مامهم الطريق للتقدم الفكري والمعنوي هذا كلام خطير يحتاج إلى نظر طويل هذه الخطة التي طبقت في مصر أنذاك ما زالت تطبق في العالم الإسلامي اليوم وكانت الصحف الأجنبية الكثيرة العدد في مصر تلح على قضية واحدة وهي وجوب الأخذ بالحضارة الغربية وجوب اتباع المصريين لنظرائهم الغربيين وطبعا أيضا كلام طويل أنا ما أريد أن أخذ فيه الآن في تفصيلات هذه القضايا المصريين قسموا الأقسام منهم من بقي على إسلامه ودينه ويرى فيه المخلص ويرى فيه أنه هو الذي سيخلص البلاد من الاحتلال وسيرفع من شأنها وللأسف كانوا قلة وبعضهم اتجهت جهان تاما مع الإنجليز والتغريب وغرب وبعضهم ظلوا متشككا لا يدري أين يذهب يذهب تارة هنا وتارة هناك وهذا كانوا في المجموع قلة والشعب أكثروا من الفلاحين والمزارعين والموظفين الغير مثقفين وهكذا كانت الأوضاع في بداياتها في مصر الإنجليز أنشأوا جمعية في مصر اسمها جمعية إخوان الحرية ردا على النشاط الذي قام به الإخوان المسلمون في مصر منذ خمسينات الهجرية في القرن الماضي ثلاثينات الميلادي اسمها جمعية الإخوان المسلمين إذن نسميها جمعية إخوان الحرية هنا وأنشأوا له فروعا في المدن المصرية تقوم على جمع الشباب وإلقاء محاضرات في الحرية وهذا أمر يدغدغ عواطف الشباب ويقدم لهم مشروبات والفطائر والمعجنات إلى آخره فيأكل الشباب ويشرب ويستمع المحاضرة وكلها أمور طيبة وبريئة فيما يظهر لكن بعد ذلك استدرج الشباب إلى الحرام لأن الشباب له غريزة فيستدرجون إلى الحرام نسأل الله السلامة والعافية ثم تقام لهم حفلات يختلط فيها الرجال والنساء والخمر والزنا والعهر كما هو معلوم واستطاعت هذه الجمعية أن تنتشر انتشارا مؤشرا بخطر في تلك المدة وهذا يدل على ألعيب الإنجليز ومحاولات هدم الإسلام في البلد وتغريب المسلمين بشكل واضح في الحقيقة هناك تفصيلات عن الجمعية موجودة لكن ما أجد وقتا في زمن إنشائها أين انتشرت في أي الأحياء ماذا صنعت كيف كانت تجذب الشباب إلى البنات وإلى الحرام كيف يعملون في إقاع الضحايا هذه مصيبة كيف يستدرجون الشاب حتى يقع لأول مرة في الحرام إذا وقع لأول مرة في الحرام يستسهل الحرام يستمرئه لأنهم عالتا يجذبون الشباب ضعيفي الإيمان ضعيفي الثقافة هؤلاء من الشباب يسهل السيطرة عليهم ويمنونهم بدعاوى الحرية اسمها جميع الأخوان الحرية يمنونهم بدعاوى الحرية ويسيطرون عليهم سيطرة بالغة بعد ذلك وهذه من الخطورة الشديدة إذا ترك الشباب بدون توجيه لذلك اليوم السفارات الأجنبية في بلاد الإسلامية تمثل خطورة ذاتها تجذب الشباب والشابات تدعو من الحفلات عندها وتلقنهم مبادئها وحتى تكون صفا يواليها في المجتمع خطورة شديدة جدا إذا ترك الشباب بدون توجيه ولا اهتمام ولا انتباه ولا وخاصة إذا كان الشباب يعاني من بطالة فيواجه بإغراءات إذا كان الشباب لا يستطيع التزوج واجه بإغراءات أيضا جنسية وهكذا خطورة شديدة جدا على الشباب المسلم إذا ترك لتلك المنظمات المشبوهة والسفارات المشبوهة فيقول أيضا ظهر في الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية دعوات عجيبة في الجامعة المصرية وظهر أمور من التهاوم بالدين والإفطار في رمضان وكذا لكن فضل الله تعالى تجاه الإسلامي الذي كان بدأ يظهر في الجامعات إستان يقضي على هذا الأمر وذكرت حادث أن مدرسا مصريا مسلما للأسف جاء من أوروبا وفي نهار رمضان ويدرس الطلاب دخن أمامهم فلما اعترض الطلاب الصالحون عليه قال ما هذا التعصب وما هذا الجهل الذي أكرهه وما هذا وما هذا فقاموا عليه يريدون ضربه فهرب وولى الأدبار ولم يعد للجامعة بعد ذلك أرأيتم شعيرة أمر معروفة أنه عن المنكر إذا طبقت كذلك أحد الطلاب أراد أن يتبع هذا الأستاذ فقام بالأكل في المحاضرة في النهار الرمضان فجوبه بقوة كذلك هرب ولم يعد إلى الجامعة خاف على نفسه هكذا إذا لم يسكت المجتمع عن المنكر إذا بدأ من المنكر كيف ينتشر يا أخو الأخوات إذا سكت عليه في البدايات وانتشر فيبدأ يتغلغل في المجتمع إلى أن يحوق للناس ويقولون لا أنه لا يراجعون ولا حولها قول تلاب لا أرسى أنه عملت شيء لكن منذ البداية إذا استؤصل هذا المنكر وتتبع وأوقف صاحبه عند حده بفضل الله تعالى يتراجع وينحسر وينحصر بفضل الله وفي تفصيل في هذه القضية ما عندي وقت له اسمعوا كلام للأستاذ الكبير عبدالوهاب عزام وهو سفير مصر في باكستان في خمسينات القرن الماضي الهجري وثلاثينات القرن الماضي الميلادي وهو أديب كبير ترجم أشعار إقبال رجل عملاق أدبي قال اجتمعت هذه الفتن كلها على الشرق فزلزلت إيمانه وحيرت وجدانه وأزاغت بصره وغزت عقله وقلبه بما أخذ عليه من المسالك فأضل الشرقيون أنفسهم فإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب وتفكر بعقوله وإذا هم مستسلمون لكل ما تطلع به أوروبا منقادون لكل ما تأمرهم به متهافتون على كل ما تصل بها ثم إذا هم أذلاء مقلدون يحقرون أنفسهم وآباءهم وميراث حضارتهم وتاريخهم إلا أن تعظم أوروبا أبا من آبائهم أو تعجب أوروبا بمأثرة من مآثرهم فيقتدوا بها فالذي إلى آخر كلامه وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى تعليقات المفكرين مصريين على الحالة التغريبية التي توجدت في مصر آنذاك فابقوا معنا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل لإخوة والأخوات كنت أتحدث أو أنقل حديث الأستاذ عبدوهاب عزام الشاعر المصري والأديب الكبير وسفير مصر في باكستان إلى آخره قال يقول تبع هذا الإعجاب بأوروبا والزراية على الشرق أي احتقار الشرق أن نسي الشرقيون تاريخهم وسير عظمائهم وكان فيهم من قدوة حسن ومثل عظيم وكلفوا أي أعجبوا بتاريخ أوروبا وسير رجالها على انقطاع الصلاة بهم وتقطعت بينهم وبين آبائهم وبلادهم الأواصر وتحدث حديثا طويلا فعجزوا أن يجاروا أوروبا في معالي الأمور والمجد والحق وضعفت كواهلهم أن تحمل أعباء العلم والعمل التي ينهض بها الغربيون وهان عليهم أن يسفوا إلى الدنايا ويتهافتوا على الملاهي والعادات السيئة يعني أخذوا الجانب السيء من الحضارة الأوروبية ذلكم حالنا اليوم موقف من أوروبا وذلكم شر حال وأسأ موقف وتحدث ثم قال فإذا أحسسنا في أنفسنا كرامة الإنسان وأنفت الحر فكرنا فعرفنا الذي نأخذ من أوروبا والذي ندع والذي نستحسن لأنفسنا والذي نستقبح ونقدنا فقلنا هذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث ثم رجعنا إلى تراث آبائنا نحفظ منه كل مفخرة ونعتز فيه بكل مأثرة وخططنا لأنفسنا في معترك الحياة خطة من عمل عقولنا وأيدينا وحي تاريخنا وآدابنا تصل ماضينا وحاضرنا بالمستقبل الذي هو أشبه بنا وبأخلاقنا وآدابنا وعقائدنا وتاريخنا إذا أحسننا التفكير عرفنا فرق ما بين الصناعات والأخلاق والعادات ولم يلتبس علينا ما نأخذ من أوروبا من العلوم الطبيعية ونتائجها وما نتجنب من أخلاقها وآدابها هو يريد أن يبين أن هناك فرقا بين أن نأخذ من حضارة أوروبا العلوم المادية وأن نأخذ أيضا معها العادات والتقاليد والسوء الذي اشتهرت به تلك الحضارة ويعني أيضا نقاط طويلة هو طبعا هنا هذا الكلام الواعي يقابله كلام غريب عجيب من طاء حسين الذي قيل عنه أنه عميد أدب العربي وعوين مديرا للجامعة المصرية عميدا كلية أداب ثم مدير الجامعة المصرية ثم وزيرا للمعارف وكان له أثر سيء جدا في مصر كان يقول إذا أردنا اللحاق بأوروبا علينا أن نأخذ بكل ما فيها من خير أو شر وبكل ما يحب ويكره ويذم ويمدح في كلام عجيب وغريب حتى أن أحد الأتراك يعني هو هنا قطاع حسين اختفى بكلام أحد الأتراك الملحدين الذين قالوا عزمنا على الأخذ بكل ما في أوروبا حتى الالتهاب الذي في رئاهم الرئات يعني حتى النجاسات التي في أمعائهم تصور هذا كلام يقال بهذه الطريقة المذلة المهينة إلى آخرين فهو يرد على مثل يعني كلام عبداللهب عزام يرد على مثل طاع حسين وأشخاص هؤلاء الذين ظهروا في مصر وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى جب مستشرق بريطاني له كلام طويل في الحقيقة يقول إن التعليم الغربي الحديث والمدارس العصرية الحديثة والصحافة ترك كل ذلك في المسلمين من غير وعي منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على ترك حضارته من آثار الله أكبر وقال الواقع أن الإسلام بوصفه عقيدة لم يفقد إلا قليلا من قوته وسلطانه ولكن الإسلام بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته لو الحمد لله اليوم الإسلام رجع بعد الصحوة وتولى من جديد مقايد الأمور في البلاد الإسلامية لكن هذا يحكي عن زمان ولا وأدبر ولم يعود بفضل الله تعالى فهناك مؤثرات أخرى تؤثر بجانبه في المجتمع وأصبح الرجل من عامة المسلمين بعد كلام طويل يقول أصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الإسلامية لم تعد هي الفيصل فيما يعرض له من مشاكل ولكنه مرتبط في المجتمع الذي يحيا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصولها ومصادرها ولكنه يعرف على كل حال أنه ليست مأخوذة من القرآن وبذلك لم تعد التعاليم الدينية القديمة صالحة لإمداده في حاجاته الروحية فضلا عن حاجاته الاجتماعية الأساسية بينما أصبحت مصالحه المدنية وحاجاته الدنيوية هي أكثر ما يسترع انتباهها وبذلك فقد الإسلام وسيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية وأخذت دائرة نفوذي تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في تقوص محدودة يريد أن يقول أن الإسلام في حياة المسلمين تضاء الأثره حتى صار صلاة في مسجد وفي مسجد وزكاء وحج وصيام وانتهى الأمر طبعا هذا كلام طبق فعلا في مدة من مدد على كثير من بلاد العربية والإسلامية لكن اليوم رجعت الشعوب العربية والإسلامية تتلمس طريقها من جديد فضل الله تعالى جب أيضا يقول إلى أي مدى يسأل إلى أي مدى أصبح العالم الإسلامي غربيا يجيب إلى ذلك فيقول يستعرض أول بلاد العربية والإسلامية استعرض تركيا أفغانستان إيران الملايو إلى آخره ذكر تجربة ملك أمان الله خان في أفغانستان العراق سوريا قال أما العراق وسوريا فتتبع خطوات مصر في التغريب قال لأن مصر تتطور في هدوء بعيدا عن العنف ويعني تتطور قصده في البعد عن الإسلام وذكر المسلمين في روسيا وفي الهند وأندونيسيا وإفريقيا وناس يتابعوننا يا إخوة حريصين على متابعتنا متابعة دقيقة ودقيقة جدا في كل التفصيلات ومع ذلك طبعا جب يضيق بوجود المعاهد الإسلامية في بلاد الإسلامية وضيق بوجود الأزهر ويمتأثر جدا بأن مازات هذه المعاهد موجودة لأن التمد طائفة من المسلمين بالمعارف الصالحة نوعا ما ويخاف جب من حركات الإسلامية يقول إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة فيتنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى استرابة من أمرها فالحركات الإسلامية لا ينقص إلا وجود الزعامة لا ينقص إلا ظهور صلاح الدين من جديد ليتولى القيادة لهذه الحركات الإسلامية أيضا ظهرت في مصر صحف تدعو إلى الماسونية مثل صحيفة اللطائف على رأسها شاهين مكاريوس وهذه ظهرت بوجود الاحتلال الإنجليزي مباشرة ورعايته للنصارى في مصر سواء كان نصارى الغرب أو نصارى الشام أو بعض أقباط مصر الذين ما لأوا الاحتلال رعاهم الاحتلال الإنجليزي منهم شاهين مكاريوس هذا شاهين مكاريوس الأسف الشديد أنشأ مجلة اسمه اللطائف كانت مجلة ماسونية تماما ودافع فيها شاهين عن ماسونية دفاعا عجيبا الماسونية نعرف أنها حركة يهودية أرادت أن تحطم الأديان كلها لتعتلي هي ولتسيطر وتهيمن هذه حركة ماسونية معروفة هنا طبعا يذكر كلاما عجيبا عن الماسون في مصر وأن زميله يعقوب صروفه أيضا شامي مثله نصراني أسس محفلا في بيروت ماسوني وأيضا فارس نمر دخل الماسونية وانتخب في مصر رئيس سرف المحفل الماسوني جورجي زيدان عضو في المحفل الماسوني جورجي زيدان يعني يكتب قصص تاريخية اليوم تؤلف اليوم تمثل في تمثيليات الأسف والأفلام هذا ماسوني أيضا ذكر أن خداوي توفيق كان ماسونيا وكان يرعى الماسونية في مصر ويشرف عليها حاكم مصر خداوي توفيق وقال أيضا أن هجوم النديم على صحيفة المقطم كان سببا في إقفال الأستاذ لأن النديم ذكر قضية الماسونية هذه وحرض عليها ولما توفي خداوي توفيق ذكروا أنه فقيد الماسونية العظيم فقيد الماسونية العظيم وقد كان لنا فيه عضد متين طالما شد أزرنا وكان حصنا يلجأ إليه هذا رئيس مصر خداوي توفيق وأصبح رئيسا لمحافلها اسمعوا ثم عين أحد نظار حكومته نائبا عنه أي رئيس وزرائه نائبا عنه في حضور الاجتماعات وتثبيت المحافل وإنضاء الأوامر وأعلنوا الحداء سبعة أشهر على خداوي توفيق حتى نعلم كيف الأمور كانت تسير وكشفت مجلة الأطائف عن بعض كبار رسمي الإنجليز في مصر وانضمامهم إلى الماسونية واحتفال الماسونين بالقنص البورج قنص الإنجلترا بمصر نوعيا نائبا عن الشرق الأعظم الإنجليزي الماسوني لدى المحفل المصري وتتحدث عن الجنرال ويلسلي وحياة هذا الأخ الماسوني الممتلئة بالهمة والثبات على الخطوب جنرال ويلسلي هو الجنرال القائم على الحملة الإنجليزية على مصر انظر هؤلاء الخوانة وماذا يقولون وأيضا عباس حلم الثاني كان ينص اسمعه هذه خطيرة جدا على أنه يريد كان عندما جاء لتولي الحكم في مصر بعد أبيه خداوي توفيق أن يستميل ضباط الكبار في جيش المصري لكن يقول وجدتوا الضباط الكبار في جيش المصري وجدتهم ماسونيين هذا كلام عباس حلمي في مذكراته ليس كلامي ولا كلام أحد يتجنى على الضباط كلام قال إن الضباط العظام كانوا يختارون بصفة خاصة ممن ينتسبون فيما يعرف الناس إلى المحفل الماسوني الإنجليزي حتى يضمنون ولاء الضباط حتى يضمنوا ولاء الضباط ولما وصلت إلى مصر يقول اتجهت إلى الجيش أعتمد على ضباطه فأفلت الضباط من يدي إذ دخلوا الماسونية التي كان يرأسها السردار السردار يعني قائد الجيش الإنجليزي كتشينر رأيتم يا إخوة رأيتم كيف ماذا كان يحدث في مصر آنذاك الماسونية من أخطر الحركات الموجودة في العالم العربي والإسلامي وهل هذه الماسونية انتهت اليوم؟ أبداً هل سمعتم بنوادي اللايونز والروتري في مصر في الأردن في لبنان في عدد من الدول العربية والإسلامية؟ هذه نوادي الماسون في بلادنا هذه نوادي خطيرة جداً ومنتشر الأسف في تلك البلدان نوادي الروتري ونوادي اللايونز هذه نوادي خطيرة جداً يقوم عليها المحفل الماسوني في كل بلده موجودة فيه ويهدف إلى جمع الشباب والشابات والخلطة بين الرجال والنساء وبمناسبة الماسون ما يختارون أعضاءهم إلا من علية أفراد المجتمع في كل بلد يركزون على علية أفراد المجتمع في كل بلد ويضمون في المحفل الماسوني حتى يضمنوا ولاء الحكومات في البلاد لهم حتى تسير مخططاتهم بالصورة يريدون فهذا الرجل شاهين مكاريوس فضح فضيحة كبيرة ما كان يجري في مصر آنذاك في مجلتي اللي تسمى للطائف وهي مجلة علمية في الظاهر لكن انظروا كيف تمجد الماسون وتذكر رموز الماسون في مصر سواء كانوا إنجليزاً أو مصريين وإلى اليوم الماسون موجودون في بلاد العربية والإسلامية لهم نواديهم ولهم مخططاتهم الخطيرة هذا جزء من التغريب في مصر أختمه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته